يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة تحياتي في البداية لكل الأهلوية اللي بينتظروا على أحر من الجمر اللقاء التاريخي 48 ساعة بتفصلنا طبعا عن المواجهة التاريخية اللي هتجمع بين الأهلي وريال مدريد في تاني أقوى بطولات الأرض عشان كلامي يبقى واضح وصريح نبارح كنت بتكلم على إنه البطولة دي وعلى رغم إن فيه ناس كتير جدا بتقول إنها بطولة عادية وبطولة شرفية على الرغم إنه أنا قلت قبل كده إنه كل أندية العالم بلا استثناء تحلم إنها تشارك في البطولة دي لكن خليني أقول في النهاية لو بتيجي تحسي بقى تلاقيها فعلا تاني أقوى بطولة على مستوى الأندية في العالم كله يعني لو حطينا تشامبيونز ديج في حتة تيجي بعدها على طول بطولة كاس العالم للأندية من حيث القوة من حيث الصعوبة من حيث الأبطال اللي بيشاركوا فيها ما فيش بطولة تانية ممكن تتقارن بكاس العالم للأندية لا كوبة ليبرتادوريس ولا تشامبيونز ليج أفريقي ولا تشامبيونز ليج أسيوي ولا أي بطولة تانية على سطح الكرة الأرضية خلييني أقول لحضراتكم طبعا عندنا أخبار كثيرة جدا متعلقة على الرغم طبعا أنه ميستر كولر النهاردة قرر أنه يعمل يعني ميران مغلق ما حضرتوش وسائل إعلام لكن عندنا أخبار من زمالنا في المغرب هنتمنكم على السعادات النادي الأهلي لمواجهة الريال ونتمنكم كمان على حالة لعبتنا أنه كان فيه كلام كتير مكتوب على حالة محمد مجدي أفشا وحالة محمود كهربا هنتمن معاكم على مدار الحلقة على أخبار الفرقة كلها وعلى استعداداتها